اقتحم عشرات المستوطنين صباحا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلية وافادت وسائل علاما باقتحام 78 مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى صباحا اليوم على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة وادوا تقوصا تلمودية وجولات استفزازية واتأت اقتحمات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى وتشهد فترة الاقتحمات اخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى من المصلين والمرابطين لتسهيل اقتحام المستوطنين وتجري الاقتحمات عادة على دفعتين الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر بتسهيل ومرافقة من قوات الاحتلال الإسرائيلية